دموميات عملي جلسة الرابعة عد الشبكية الشبكية هي كرية حمراء غير ناضج يعني باخر مراحل مضوجة شو بتفرق عن الكرية الحمراء اول شي الشبكية اكبر بحوالي واحد ميكرون لانه حجم الكرية الحمراء من سبعة لسبعة ونصف ميكرون اما الشبكية من ثمانة لثمانة ونصف ميكرون هاي اول فرق تاني فرق انه في بقلبه خيوط الارن اي بعض الخيوط اللي كانت قبل ما تنضج الكرية الحمراء وتتخلص من خيوط هلا انا الملون ها استخدمه هو ملون زرقة الكريزيل اللمعة هادي الملون ها رسيبلي الارن اي وشوفها بشكل نقاط او خيوط هلا انا اذا كيف بحضر عينة الدم اول شي لح ااخد كم حجم من الدم مثلا 3 ميلي مع مقابله نفس الحجم من الملون مثلا 3 ميلي مع 3 ميلي بمزجهم وبتركهم نص ساعة لحتى يقدر يرسب كل الخيوط الارن اي اللي بقال في الشبكية هلا لح ااخد انا بعد ما جهز لح ااخد نقطة دم حطه هون وفرشها بشكل لطاخة كيف بشكل اللطاخة هاحط نقطة دم بعدين بسلايد ثاني هحطه بنص السلايد بعدين برجع فيه لورا بشكل متل خاط بعدين برجع بقدم لقدام هاي اللطاخة هلا بستخدم انا زيت الارز لحط نقطة من زيت الارز بس تنشاف مثل هاي عناها جاهزة حط نقطة من زيت الارز بمنطقة تكون تقريبا باخر تلت او ربع من السلايد لانه بيكون عندنا الكريات مانا فوق بعضه فبيسهل عاد لحط نقطة من زيت الارز لانه قارنة انكساره قريبا من قارنة انكسار السجاج انا هلا بدي اشتغل مع المجهر والعدسة الغاطسة مية هلا بديك تحبير مية يعني هو تحبير كتير عالي وهي اسمها العدسة الغاطسة لهيك انا استخدمت زيت الارز هلا ما بكتر زيت لانه اذا كترت تموج الساحة و يصيروا يمشوا الشبكية هلا حاول بعيني انه سبت ارنته فوق تحت العدسة تماما هارفع شوي برفع 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 بس ضغط ووقف باللولة بالإحكام هلا بتحكم باللولة بالإحكام البطلي لحتى تبين مع الساحة وبالشعر هلا كيف بديك؟ هاي ساحة حلاقي انا كريات حمر مالحي بيين ملونين ابدا لانه ما فيهم خيوط ارناي وفي عندي هاي مثلا الشبكية حلاقي شكله انه هي الحواف تبعه ازرق وفيه بقلبة نقط او خيوط ملونة ازرق هاي هي الارناي هاي شبكية هلا ازا لقيت انا كريه هيك وكله كله كله زرقه هاي بتكون كريه بيضاء فما بعدها ازا لقيت كريه دائرة حوافة ازرق مثلا وبقلبة نقط كتير 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 وبده تكون كبيرة اكبر من الشبكية هاي بتكون محببة كمان بيضاء كمان ما بعدها هلا معنا تعرفنا شو شكل الشبكية هلا كيف بنقي انا الساحة الممتازة اول شي لح ارسم بالخط بالمنتصف وهمي وبعد الكريات اللي فوقنوا اللي تحتهم كل الحمر يعني وكل الكريات اللي عندي ازا لقيت العدد من ثلاثين لخمسة وثلاثين فهاي الساحة ممتازة معنات انا عندي هون تقريبا مئة كورية فهون بعد الشبكيات اللي بقلبة اما ازا كانت اما ازا كانت عدد الكوريات على الحواف ستين لسبعين كورية معناتها هي اكتر من مئة كورية فانا ارقض هذه الساحة وبنقي اعى الساحة في العداد الكوريات هلا عبعد كل ساحة تقريبا مئة كورية حمراء وبعد فيها كم شبكية انا هعد عشر ساحات بعlishر ساحات معناتها انا عديت كم شبكية بألف كورية حمراء هلا انا عديت عشر ساحا يعني كم شبكية طلع معي بسطحة الاولى واحد 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 اربعة تقريباً طلع عدداً ستة عشر ستة عشر أنا بدي نسمة مئوية ستة عشر شبكية بالألف كورية حمراء معناتاً نسمة مئوية يعني كم شبكية بالمئة تطلع واحد فاصل ستة واحد فاصل ستة بالمئة الشبكية هلا هي النسبة طبيعية بين نص لاتنين بالمئة هلا اخر شي بنا نحكي عنه انه شو هو العدد المطلق العدد المطلق طبيعي بين 35 إلى 75 ألف كورية أو ألف شبكية بالميليمتر مكعب شو هاي العدد منين جابوا هو نسبة الشبكيات ضرب عدد كوريات الحمراء